وبيبدأ الفيلم مع واحد اسمه جاك واللي بيكون واقف على الطريق واحده وبيحاول ان هو يراقب شخص مجهول من بعيد وفي الوقت ده لما بيوصل الشخص المجهول على البيت واللي بنعرف ان هو واحد من العصابة بتاعت المدينة بيتحرك جاك من وراه عشان يهدده بالسلاح وبيطلب منه يدخل البيت وما يعرفش اخوه ان هو تحت تهديد السلاح لحد لما بيعمل كده فعلا وبنعرف ان دول العصابة اللي قاتل ومراته وبنته من اسبوع وفي النهاية بيقدر ان هو يقتل الشخص المجهول والرصوص التانية بتيجي في اخه الشخص ده وللأسف بتموته هنا بنعرف ان جاك ما كانش عاوز يغلص عليه غير لما يعرف بقى افراد العصابة فبيحاول ان هو يهرب من البيت بسرعة وللأسف الوقت بيكون متأخر هنا بيشوف شخص تاني في المكان بيعرفه ان هو مش من العصابة ولا حاجة لكنه كان بيشتري منهم المخدرات زي كل يوم ولما بيحاول يفتح الباب عشان يهرب بيلاقي بقى العصابة بتكون وصلت على البيت وبيحاول ان هو يهرب منهم بكل الطرق لحد لما بيقصر الشباك عشان يطلع منه وقبل ما يروح في حتة بيتخلط من العربية عشان تموته وبعدها بنرجع لأسبوع عشان نفهم الحكاية من الأول وهنا بنشوف مغنية مشهورة اسمها سكاي بتطلع مع مزيعة مشهورة وده عشان تتكلم عن الحادثة اللي عملتها مع صاحبها بول وللأسف بنعرف ان صاحبها بيكون مت في النهاية وان هي دخلت مصحة نفسية عشان تتعالج وحالتها كانت وحشة جدا لدرجة ان هي كانت بتقطع في شعرها وبعد فترة بترجع تاني سكاي على المسرح أخيرا عشان تعمل أغنية جديدة لكن الواضح ان العملية لسه بتأثر فيها بشكل مباشر وفي ان هي بتاخد بريك عشان تريح شوية وبتفتكر هنا ان هي تاخد المخدرات بتاعتها واللي كانت تعتبر مسكنات الفترة الأخيرة وقبل ما تعمل كده للأسف كله بيقع في الحود بسبب ان هي بتتخضى لماها بتخبط على الباب وبتعرف ان هما لازم يرجع على الفندق مرة تانية وفي الطريق بتحاول ان هي تكلم لويس اللي بتاخد منه المسكن عشان تجيب منه كمية جديدة واتكمل حياتها بشكل طبيعي ولما بيوصل على الفندق بتعرفهم ان هي هتنام شوية لحد لما بيمشون قدام الفندق وبعدها بتهرب تاني عشان تركب تاكسي وطبعا هتروح على بيت لويس ولما بيخبط الباب بيكون خايف يفتح لها وبعد لما بتدخل بيهدتها بالسلاح وطبعا سكاي مش فهمة ايه اللي بيحصل بتحاول تعرفه ان هي كانت بتتكلم معا من شوية في الرسائل وعرفته ان هي كده كده جاية فبيطلع الموبايل بتاعه بسرعة وده لانه مش فاكر اي حاجة من دي وبيستغرب ان هو بيشوف رسائل منه فعلا فبيقول لها ان الفترة الاخيرة مش فهم اللي بيحصل معاه وبيكمل في المخدرات بتاعته وفي النهاية بيسألها عن اللي كانت جاي عشان تشوفه وبتطلب منه ان هي تاخد منه شوية مسكنات فبيقول لها تستنى هنا شوية لحد لما يدخل القوضة لكن بيعدي وقت كبير وبتعرف ان هو كده متأخر عليها ولما بيتحاول ان يتقرب من القوضة عشان تشوفه بتلاقيه طلع منه وخايف من حاجة مرعبة لحد لما بلاحظ ان فيه كيان خفي بيسيطر عليه وهنا بيتحك دحكة مرعبة جدا وبيفضل ماشي قدام سكاي في القوضة لحد لما بيمسك طرح دي كانت واقع على الارض وبيفضل يكسر في دماغه وسكاي مش فهمة اللي بيحصل والواضح ان هو مبسوط باللي بيحصل ده لحد لما بيموت قدامها وبتحاول سكاي ان هي تتصل على الشرطة عشان تساعدها في اللي بيحصل لكن في النهاية بتعرف ان هي كده هتلبس نفسها مشكلة كبيرة وانها مغنية مشهورة وطبعا القضية هتلبس فيها والناس هتتكلم عنها فبترجع تاني على البيت بسرعة بتشرب مية كتير جدا واللي بنعرف ان هي كانت جزء من العلاجة النفس لها في الوقت الاخير ووقت الحادثة وبعدها بتدخل الحمام ومن هنا بتبدأ الأحداث الغريبة وبعد شوية بتصحى من النوم وبتحس حركة غريبة جاية من حواليها ولما بتركز أكتر في الظلمة وتاني يوم بنشوف ان سكاي لسه بتفكر في الموضوع لحد لما بتتكلم معها الأم وبتعرفها ان في شخص عاوز يقابلها وهنا بنشوف واحد تاني اسمه دوريس وبيعرف ان في مؤسسة خيرية بتجمع التربارات للأطفال للفترة الأخيرة فبتوافق ان هي تشارك في حاجة زي دي ولما بتخلص بتتحرك على جلسة التصوير لبقى الألبومات بتاعتها وقبل ما تطلع للحفلة بتحاول ان هي تتصل على صاحبتها جينا وبنعرف ان هما متخانقين مع بعض من فترة كبيرة لكن بتجيلها رسالة من رقم مجهول وبيعرف ان هي كانت في بيت دوريس قبل ما يموت وبعدها بتبدأ تسمع أصوات غريبة في الأوضة وبتركز ان المراية فيها كده حاجة غريبة ولما بتبص عليها مرة تانية وبنشوف ان اللي هو الظهر من شوية عشان يعمل لها الابتسامة المخيفة دي وبيخطفي تاني من الأوضة لحد لما بتدخل الأم مع المساعد بتاعها وبيطلبوا منها ان هي تقابل الجمهور وبنشوفها هي بتمدي على السور بتاعتها وتتصور مع الجمهور اللي بيحبها لحد لما بييجي واحد غريب جدا اسمه ألفريدو وبيطلب منها الصورة تاعته لكن مع الوقت بتطلع منه تصرفات غريبة وبيفضل يقولها ان هو معجب بيها لكن الأمن بيترده من المكان فعلا وبتحاول سقيا ان هي تريع شوية وبتدخل الأم عليها ومش بيكون فرق معها حاجة غير ان هي تكمل الحفلات بتاعتها وتتصور مع المعجبين وبتخرج تاني سقيا على بره عشان تشوف بنت غريبة بتقرب منها لكن مش بتتكلم خالص فبتحاول سقيا ان هي تعدل عته ده لحد لما يخلص الحوار ده وبالليل بتفضل تقرأ في الرسالة اللي جات من الرقب مجول وباللاحظ ان الحالة النفسية رجعت لها تاني وان هي بتقطع في شعرها من غير ما تاخد بالها وبعدها بتتصل على صاحبتها جينا لانها مش قادرة تواجه اللي بيحصل ده لوحدها وطبعا بتعتذر ان هي كانت بتعملها وحش اخر فترة وبتطلب منها تقعد شوية فبتقول لها ان هي هتيجي بعد ساعة تقريبا فبتقفل معها وبتفضل مستنية وهنا بتكمل شربة في المية بتاعتها وبتحط الاززة على المطبخ وبعدها بتفضل تلعب على البيانو وبتسمع ان الاززة وقت على الارض وتقصرت فبتكون مستغربة اللي حصل وازاي وقت اصلا وفي الطريق بتشوفي التشيرت بتاع الفريدو والهدوم بتاعته مرمية على الارض فطبعا بتكون خايفة جدا وبتعرف ان الفريدو هيعتدي عليها بعد شوية وفي اخر الممر بتشوفه فعلا قدامها وبيحاول ان هو يجري عليها لحد لما بتفتح باب القوضة وبتشوف اخيرا صاحبتها جينا بتحاول تعرف ان فيه شخص مجنون كان معها من شوية لكن طبعا كل حكا بتكون اختفت كالعادة من على الارض وبتسألها سكاي ازاي وصلت بالسرعة دي اصلا وبنعرف ان عدى اكتر من ساعة للمكالمة بتاعتها فطبعا سكاي مش فهمة ازاي الوقت ده كله بيعدي وبيتكون خايفة جدا وبتحاول تعرف ان هي شافت لوي سنبرح بيخلص على نفسه لحد لما بتعرفها ان هي هتفضل معها النهاردة عشان تتطمن عليها وبعدها بتسحى من النوم عشان تشوف نفسها في العربية مع صاحبها بولي اللي مات وقت الحدثة وطعبا بنعرف ان كل ده كان كابوس مش اكتر ولما بترجع على السرير بتحاول ان هي تتكلم مع صاحبتها عن الكابوس ده لكن بتشوف ان شكلها بقى مرعب جدا وبتسحى للمرة التانية هنا بتعرف ان صاحبتها اصلا صحية من بدر عشان تجاهز الفطار وللأسف بتكون اتأخرج جدا على الحفلة لدرجة ان الام بتوصل على الفندق عشان تشوفها بنفسها وفي ان هي بتروحها للحفلة دي وقت العرض بتقع على الارض وبنشوف رجلها مقصورة نفس مكان الحدثة بالزبط لكن مع الوقت بتعرف ان ما فيش حاجة حصلت معيها وان كل ده خيالك العادة فبترجع تانية على القوضة بتاعتها واللي بتكون قربت تتجنن وهنا بتشوف المساعد بتاعها بيطلع منها وعمل يتحكي لها دي حكة سيم جزيه وبتشوف ان القوضة بعدها متقصرة فبتندع عليه مرة تانية وبتعرف ان هو بيهزر معيها لكنها بتكون متعصبة منه فبتدخل الام عشان تهديها مرة تانية بعد لما بتكون هزقت المساعد بتاعها وبتكون شكة ان هي رجعت للمخدرات لان المساعد معها من بدر واكيد مش هيعمل كده وهنا بيجي وقت الحفلة بتاعت المؤسسة الخيرية وبتحاول سكاي ان هي تبعت على صاحبتها جينا وده عشان تكون جنبها لما تخلص لحد لما بتيجي رسالة تاني من الرقم المجهول وبيعرفها ان الرقم ده بتاع سكاي المغنية ولازم ترد عليه في اقربات لحد لما بيبدأ العرض بتاعها وباللاحظ ان هي بتفضل تقرأ من الشاشة اللي كانت قدامها لكن الغريب ان هي بتوقف مرة واحدة فبتقول اي حاجة وبتفضل تقول الكلام من دماغها وبعدها على طول بنشوف ان الشاشة بتشتغل التاني وبيظهر اسم بولف ان هي حبيبها ده اللي مات وقت الحدثة وكمان بيظهر في الحفلة بيفضل يقرب عليها وهي مرعوبة منه والغريب ان هو بيفضل مبتسم لها لحد لما بتسرخ في وشه وبيختفق على طول ولما المساعدة بتحاول يتقرب منها عشان تشوفها للأسف بتضربها بالغلط وده عشان تقع على الترابيزة وتكون تعورت وبنعرف ان هي فشلت تجمع اي طب الرعاود بعد اللي حصل ده لحد لما بترجع تاني على البيت وبتحاول تعرف جينة حركت على فين لكن للأسف مش بترد عليها برضو لحد لما بتجي لها تين رسالة من الرقم المجهول فبيقول لها ان هو محتاج يشوفها فعلا لان الموضوع خطر جدا لحد لما بيبعت لها فيديو عن لويس قبل ما يموت وبيحاول يعرف ان فيه كيان بيفضل يبص عليه في كل حتة وهو مبتسم وكل ده بيكون من خلال فيديو ولما بتركز اكتر في التفاصيل وفي النهاية بتقرر ان هي تقابل الشخص المجهول ده عشان تفهم منه الحكاية كلها وفعلا بتتحرك على برف منطقة هادية جدا بتدخل على الشخص اللي كان بيبعت لها الرسيل وبيعرفها ان هو كان عاوز يتكلم مع لويس قبل ما يموت وانه كان عاوز يحذره من حاجة مهمة جدا وانه هو مماتش على حاجة لكنه انطحر وانه فيه كيان كان بيسيطر على افعاله وانه هو شاف اخر رقم على الموبايل عنده كان رقم سكاي فبتسأله عن الحاجة اللي كان عاوز يحذرها منه وبيعرفها ان لويس كان ممسوس بروح شريرة وان اللعنة اللي جواه بتفضل تطارد الشخص لحد لما تسيطر على العقله وتفكيره وبيفضل يشوف الناس من حاوله في شكل مبتسم دايما وانه كان عارف اللي بيحصل ده لكن للأسف اخو ماتهو كمان بسبب اللعنة دي وتقريبا اشخاص كتيرة هتموت هي كمان وان اي شخص بيموت قدام الشخص المصاب باللعنة بنعرف ان اللعنة بتتنقل ليه على طول للشخص اللي شافها اكيد وبتفضل السلسلة كده اللي مالها نهاية ولما بتسأله عن حل للموضوع ده بيعرفها ان اللعنة فيها دلوقتي بسبب ان هي شافت صاحبها مات قدامها واللعنة مسيطرة عليها وان الحل ان هي تموت اكلينيكيا وقلبها يقف عن النبض وبعدها هيحاول ان هو يرجعه مرتين عشان تكون خلصت من اللعنة دي وتكمل حياتها بشكل طبيعي طبعا بتكون عارفة ان الشخص ده تقريبا النصاب وكمان الناس بيشوفها في المكان فبتحاول ان هي تخرج منه بسرعة عشان ترجع للفندق وبتبدأ ان هي تجاهز الشنط عشان تهرب من البلد كلها لكن بتدخل في حالة عصبية وبتقسر في كل حاجة من حواليها وبتقطع تاني في شعرها وبعدها بتظهر ناس مبتسمة من كل حتة وبيفضلوا يطردوا فيها لحد لما واحد منه بيحط دراعه في بقها وبتخلص اللقطة لحد كده والناحية التانية بتبدأ ان هي تشوف الحادثة اللي حصلت مع صاحبها بول وانهم كانوا في الطريق بيشربوا المخدرات مع بعض وبسبب ان هو شتمها بتحاول ان هي تقلبهم بالعربية لانها مجنونة وبنفهم ان هي كانت السبب في الحادثة دي لحد لما بتصحى تاني وبتشوف نفسها في المستشفى وينينا موها بتعرفة ان هي فقدت الوعي في الفندق بعد لما خبطت راسها في الدلاب وبتقول لها ان ده ما حصلش اصلا وفي النهاية بتعرفها ان هي عاوزة تسافر من المدينة كلها لكن الام بتقول لها ان ده مستحيل دلوقتي لان عندهم جدوى الاعمال كبير جدا وطبعا سكاي بتكون متعصبة منها وبتعرفها ان هي انانية وبتتمنى ان هي تشوف اللي بيحصل معها عشان تعرف ان هي مش بتحور ولا حاجة وفي نفس اللحظة بنشوفه موها والشهد يفضل مبتسم بتتحرك على المراية عشان تكسرها وتاخد منها جزء صغير وطبعا سكاي بتحاول ان هي تؤمن على السرير بسرعة لكن الام بتفضل تضرب المراية في رقابتها اكتر من مرة وده عشان تموت قدامها وبعدها بتحاول سكاي ان هي تخرج من الوضة بتاعتها لكن بتكتشف ان المراية في ايديها اصلا وهدومها ماليانة دم وللأسف ده معنا ان هي القتلت امها وبتبدأ تسمع صوت المساعد بيقرب على الوضة فبتقفل الباب بسرعة وبتعرف ان هي دلوقتي بتغير هدومها بدل ما يشوف الكرسى اللي حصلت من هنا قبل ما حد يشوفوا امها اللي ماتت وطبعا هتتسجن بعدها ولما بيتغير هدومها بتشوف المساعد مرة تانية وبيلاحظ الدم اللي كان عليها فبيخافوا بيقلق ان هي تكون تعبانة ولا حاجة ولما بيقربوا منها بتكرر ان هي تاخد السلاح بتاع امن المستشفى وبتقدر ان هي تطلع من سلم الطوارق عشان تشوف الشخص اللي كان بعت لها رسالة وعرفها ان هو ممكن ينهي اللعنة دي للابت ولما بتنزل على تحت بتدوس على الزكنت في الارض وبتتعور وبعدها بتشوف جينا فوشها بعد فترة كبيرة وبتستغرب من خروجها دلوقتي فبتقول لها ان هي محتاجة تروح مشوار ضروري وطبعا بتسوق بدل عشان رجليها المصابة دي وفي الطريق بتطلب من الرجل اللوكيشن بتاعها عشان تعمل اللي قال عليه لحد لما بتحصل الصدمة الكبيرة وبتجي لها مكالمة من جينا نفسها وهي هنا بترد عليها وبتعرفها ان هي ما شافتش الرسائل بتاعتها وبتتزر ليها وده معنا ان اللي معها في العربية مش صحبتها ولا حاجة واو لما بتبص جنبها وفي ان هي بتفوق من الخيلات دي وبتعرف ان هي اللي سيئة العربية وقررت بتعمل حدثة فبتحاول تتحرك على موريس وده الشخص المجول اللي كان بيكلمها وبيعرف ان هو شغال ممرض وعارف اللي هيحصل بالزر وبيدخل على التلاج عشان يحفظ على قلبها فترة كبيرة وده بعد لما تاخد الحقن اللي هتوقف النبط وبيجاهز كل حاجة وبتكون على السرر عشان يديلها الحقنة لكن في اللحظة الاخيرة بيطلب منها ان هو يخرج عشان يجيب حاجة ويرجع تاني لكن بيعد الوقت وبتلاحز ان هو متأخر عليها فبتفضل تندع عليه لحد لما بتشوف نفسها وقت الحدثة في السقف بتاع التلاجة وبتقع على طول وانها بتفضل تضرب فيها عشان توقع على الارض وبنعرف ان هي قربت تموتها لكن في نفس اللحظة بتحاول ان هي تاخد الحقنة من جيبة عشان تموت نفسها لكن في نهاية بنشوف ان الكائن بيفضل يضحك عليها لان الحقنة مش جنبها أصلا ولا ضربتها في جسمها ولا حاجة وكل ده كان مجرد خيال وللأسف بتدخل في مكان تاني لحد لما بيجي الكائن عشان يقفل عليها وأخيرا بتشوف نفسها خرجت على المسرع وده عشان الحفلة بتاعتها وفي الوقت ده بتعرف ان كل اللي كان موجود مجرد هلاوس لانه معا في الحفلة وكمان بتشجعها لحد لما بتظهر واحدة قدامها نفس الشكل بالزبط وبتفتح الجرح بتاع بطنها وفي نهاية بنشوف الكائن المرعب السبب في كل ده بيخرج على طول وسقاية مش بتقدر ان هي تعمل أي حاجة غير ان هي تموت في هدوء وطبعا الجمهور مش بيشوف أي حاجة من دي غير ان هي واحدة على الأرض وأغمع عليها وبعدها بتقوم تاني عشان تبتسم اللي ابتسامة المقيفة وللأسف بنعرف ان الكائن دلوقتي سيطر عليها عشان تموت نفسها بالمايك اللي كان معاها قدام الجمهور ده كله وبنفهم ان الكائن دلوقتي هيسيطر علي كل عقول البشر اللي اتنقلت لهم اللعنة طبعا وبيخلص الفيلم لحد هنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة